انقسام الخلية وتكاثرها ما أهمية انقسام الخلية؟ انقسام الخلايا وتكاثرها يؤدي إلى النمو وهو مهم أيضا لتعويض الخلايا التالفة وللمخلوقات وحيدة الخلية فإن القسام الخلوي يؤدي إلى التكاثر تمر الخلية بعدة أطوار في أثناء نموها وانقسامها زمن دورة الخلية ويقصد بزمن دورة الخلية هو الزمن التي تقضيه الخلية منذ الانقسام الخلوي وحتى الانقسام الخلوي الذي يليه هذه هي دورة الخلية الطور البيني وفي هذا الطور يكون معظم زمن دورة الخلية وبعض الخلايا التي لا تنقسم مثل الخلايا العصبية وخلايا العضلات تبقى في هذا الطور طول حياتها أما الخلايا التي تنقسم أي الخلايا النشطة فإنها في هذا الطور تقوم بنسخ المادة الوراثية وذلك استعدادا للانقسام الانقسام المتساوي غير المباشر يسمى هذا الانقسام الانقسام المتساوي لأن النوات فيه تنقسم إلى نواتين متساويتين يمر الانقسام المتساوي بمراحل قبل بداية الانقسام كما قلنا في الطور البيني تقوم الخلية بنسخ المادة الوراثية هذه المادة الوراثية تسمى الكروموسوم وهي موجودة في النواة وكيف يتم بنسخ المادة الوراثية وهذا الكروموسوم يتضاعف وعندما يتضاعف هذا الكروموسوم يكون الكروماتيدات فالكروموسوم يكون بهذا الشكل كروموسوم واحد وعندما يتضاعف ويصبح كروماتيدات يكون بهذا الشكل وبعد يتضاعف الكروموسومات تبدأ مراحل انقسام الخلية أول طور يسمى الطور التمهيدي وفيه تتلاشى النوية والغشاء النوبي وتبدأ تراكيب صغيرة تسمى المريكزات في التحرك إلى قطبي الخلية ويبدأ تكون خيوط مغزلية بين المريكزات ويكون شكل الخلية في هذا الطور كالتالي هذه هي الخلية وتكون المريكزات في قطبي الخلية والكروموسومات في منتصف الخلية بعد تلاشى الغشاء النووي وتبدأ الخيوط المغزلية في التكون بهذا الشكل استعداداً لفصل الخلية بعد هذا يبدأ الدور الاستوائي وفيه تستفل كروماتيدات في منتصف الخلية مثل هذا الشكل ثم يبدأ الطور الانفصالي وهنا تنفصل الكروماتيدات أي أزواج الكروموسومات هذه تنفصل وتنكمش هذه الخطوط المغزلية لتسحب الكروموسومات معها وهذه أيضاً تنكمش لتسحب هذه الكروموسومات معها ويصبح شكل الخلية كالتالي انفصلت الكروماتيدات وبدأت الخيوط المغزلية بشد الكروموسومات هنا استعداداً لفصل الخلية ثم بعد ذلك نصل إلى الطور النهائي هنا تختفي الخيوط المغزلية وتتكون النوات الجديدة ويصبح شكل الخلية كالتالي انظر تكونت النواتان الجديدتان وانفصلت الخليتان الانقسام الخلوي بعد هذا يتوزع السيتوبلازم بين الخليتين والسيتوبلازم هي هذه المادة التي توجد داخل الخلية فيبدأ السيتوبلازم بالتوزع بين الخليتين وتكوين الصفائح الخلوية وبعد انتهاء الانقسام الخلوي يبدأ الطور البيني من جديد نتائج الانقسام المتساوي والانقسام الخلوي أول هذه النتائج أن الانقسام المتساوي ينتج عنه انقسام النواة النتيجة الثانية أن الانقسام المتساوي ينتج نواتين جديدتين هاتين النواتين الجديدتين تشبهان الخلية الأصلية وهما تحتويان على نفس عدد الكروموسومات ثالث النتائج أن الخلية الأصلية تختفي فلا تعد موجودة